موسيقى الفيديو ده مهم لأي شخص يمتلك قطعة أرض أو عقار أو شقة أو حتى كشك سجير لأن الدولة بعد التعديل الجديد مش هتعترف بأي عقد ابتدائي ولازم حضرك تروح تسجل ملكيتك في الشهر العقاري وده طبقا للتعديل اللي حصل على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وإن بداية من شهر 3.2021 الدولة مش هتعترف بأي عقد ابتدائي يعني لازم يكون مسجل في الشهر العقاري أو مرفوع بصحة ونفاذ العقاري ومن هنا بقى تعالى عرفك الفرق من صحة التوقيع والصحة والنفاذ والتسجيل في الشهر العقاري واشرح لك التعديل اللي حصل على القانون كتير من الناس أول ما بيشتري شقة أو عقار أو أي حاجة يجري على المحامي يقول له عمل لي صحة توقيع ويبقى فاكر أن صحة التوقيع دي بتنقل الملكية لكن الكلام ده مش مظبوط خالص لأن صحة التوقيع دي دعوة تحفظية وقائية عبارة عن أن هي بتثبت التوقيع ده هو توقيعه ولا مش توقيعه لكن ملهاش دعوة بصلب العقد والعقد ده باطل ولا مش باطل يعني من الآخر أنا ممكن أعملك عقد باطل أو أعملك عقد بشقة مش بتاعتي أصلا وعملك عليه صحة التوقيع عشان كده الدولة مش هتعترف بأي عقد عليه صحة التوقيع يبقى لازم يكون مسجل في الشهر العقاري طب إيه هو بقى التسجيل في الشهر العقاري التسجيل في الشهر العقاري عبارة عن أنت والشخص اللي انت مشتري منه فيه تراضي مبينك وبتاخده أنجاجي كده وتروح على الشهر العقاري وتقول له احنا هنسجل العقد ده ومن هنا بيتحول العقد من عقد ابتدائي لعقد نهائي ولما بيتحول بقى العقد نهائي موسك في الشهر العقاري محدش يقدر ينزعك عليه ولا بعد مئة سنة طب دي في حالة ان انت متراضي او فيه تراضي بينك وبين البائع طب لو انت بقى مفيش تراضي ما بينكو او مثلا بعلك ومات او سافر او ما تعرف لوش طريق جرة تعمل ايه هنا بقى ييجي دور دعوة صحة ونفاذ العقد وهنا الدعوة ديها الوحيدة اللي بتنقل الملكية من البائع للمشتري ودي دعوة زيها زي التوصيق في الشهر العقاري بل في بعض الحالات بتكون اقوى كمان من التسجيل والدعوة دي الهدف منها اثبات صحة العقد باكمله لان القاضي بيبص على العقد بند بند وكلمة كلمة على عكس صحة التوقيع اللي القاضي ما بيبصش للعقد اصلا بيبص للتوقيعات بس اخيرا بقى تعال اشرح لك القانون الجديد او التعديل الجديد ده لازمته ايه او حضرتك هتعمل ايه وهنا التعديل ده بيعالج برضو حالة ان البائع مش موجود او ما تقرف لهش طريق وهنا بمجرد حصولك على حكم نهائي يتعلق بحق عيني عقاري على العقار او الشقة اللي حضرتك اشتريتها سواء بقى دعوة صحة ونفاذ او تثبيت ملكية او فرز وتجنيب فالدعوة دي كلها بتتعلق بحق عيني عقاري حضرك هتاخد الحكم النهائي بتاعك وهتتوجه لاقرب شهر عقاري ليك وهتروح تقول للموظف انا عايز ااخد رقم شهر رقم الشهر ده في الاول بيكون مؤقت بعد ما تاخد رقم الشهر المؤقت حضرك بتروح تشهر الكلام ده في جريدة رسمية معترف بيها وبعد حضرك ما بتشهر الكلام ده في الجريدة الرقم ده بيتحول من رقم مؤقت لرقم نهائي وبالتالي انت كده مسجل ملكيتك في الشهر العقاري وبقى معاك عقد مشهر ورقم مشهر والرقم المشهر ده هيكون على كل الملكيات في الدولة زي رقم البطاقة يعني فيه تسلسل للاراضي وفيه تسلسل للشواء وفيه تسلسل للعقارات برقم معين لكل العقارات وبداية من شهر تلاتة الفين واحد وعشرين هتبتدي الدولة في كل المرافق العامة ما تعترفش باي عقد ابتدائي يعني حضرتك عايز بقى تقدم على مياه على نور على غاز على اي مرفق عام لازم يكون معاك عقد مشهر في الشهر العقاري